موسيقى كانت الخدمات الموجودة مش على المستوى اللي شفناها لما احنا كان عندنا حظ ان احنا قدرنا نسافر به اه وانا اخترت ان ما عيش برا مصر اخترت لا انا عايش في مصر فلاقيت ان الخدمات مش موجودة فاخدت قرار ان انا طيب هنبتدي الخدمات دي ليه والغيره وانه هو يتبع على المستوى الدولي وان احنا نحافظ دايما ان نفضل على تقدم دايما ونعرف ايه اللي بيحصل في العالم وانطور من نفسنا دايما يعني الجماعية بقى ينحيتك اسستيها من سنة كيم وايه هو هدفها الرئيسي اه طبعا ما اسستهاش الواحدة احنا مجموعة من اولياء الامور يعني هي جماعية اولياء امور ابتدنا سنة 98 كان سبع امهات حاولنا الاول ان احنا نعمل زي حضانة تشخيصية ان الولاد يجوا يعودوا ست اسابيع نعمل لهم تشخيص وبرنامج ونحاول ندمجهم في الحضانات وفي المدارس لقينا ان اولادنا ما كانوش فكرة الدمج لسه مقبولة قوي في مصر وما كانوش مقبولين فكانوا بيرجعون لنا دايما فلاقينا ان لا احنا اولادنا محتاجين حاجات اكتر من الاولاد اللي هما يمكن ليهم حظ انهم اتدمجوا فاحنا السبع قررنا ان نبتدي الجامعية وعشان كده ركزنا على التواحر بس احنا مش نركز تواحر بس لان فيه يعني تشابه في بعض البرامج ممكن تفيد ولاد تانية فليه لأ يعني ليه ما ناخدش الولاد التانية هل الجامعية هنا نقدر نقول انها بتركز على المهارات الحياتية للاشخاص اللي بيعانوا من الترابة التوحد ولا كمان بتركز على الجزء الاكاديمي كله بص حديثك احنا لازم نبتدي من المهارات الاساسية المهارات الاساسية ان انا بيعلمه ان هو يتعلم ان هو كل موقف بيبقى موقف تعليمي حتى وماما بتحميه ده موقف تعليمي وهو بيفرز مع ماما الغسيل ده موقف تعليمي وهو مع ماما بيبخ كل موقف في حياتنا موقف تعليم فانا بيعلمه يتعلم في حاجة اسمها learning to learn ان هو ازاي يتعلم لوحده وهي المهارات الاساسية بعدها على طول تيجي المهارات الاكاديمية لازم قبل ما ابتدي المهارات الاكاديمية يكون الولد ماشي كتير في المهارات الاساسية او ماشي بسرعة في المهارات الاساسية عشان ابتدي الاكاديمية لان فيه حاجات بسيطة قوي انتباز عشان تبدي المهارات الاكاديمية ودي طبعا كل الاهالي بيبقى عايزينها بسرعة لو الولد مش عارف يمين من شماله هبتدي ازاي المهارات دايما نقول الاهالي اللعب مش لعب اللعب وراه بيتعلم حاجات لو كلمنا عن الصعوبات اللي بتواجه الاشخاص اللي بيعانوا من الترابة توحد ايه هي اكتر الصعوبات اللي بتعاني بيعانوا منها وإيه الصعوبات اللي ممكن إن إحنا كأشخاص بدون إعاقة نعين منها لما بنتعامل معهم طيب هو أكتر حاجتين بيشخصوا التوحد دلوقتي من سنة 2013 اللي هي إن فيه مشكلة في التواصل والتفاعل الاجتماعي وتاني حاجة إن فيه تكرار في السلوكيات يعني فيه السلوكيات نمطية وإن ده بيرجع للمشاكل الحسية موجودة عنده اللي إحنا نعمله ولم نيجي نتعامل يعني مثلا إحنا قلنا إن إحنا نحافظ على الهدوء في المكان اللي هم متواجدين فيه نعمل لهم معينات بصرية لأنه هم عندهم البصر هو الكوة بتاعتهم نتقبل إنه هو لو حصل سلوك وغالباً السلوك بيحاول يفهمنا منه حاجة فنحاول نعرف سبب السلوك وإن لو فيه مشكلة نحلها إيه اللي محتاجوا الأشخاص اللي بيعانوا من التراب التوحد من المجتمع بشكل عام من المجتمع بشكل عام إحنا قلنا التقبل والتقبل والتقبل طلب مرات لأن التقبل مش معناه إن أنا عارف إنه عنده توحد لأ إن أنا عارف إنه عنده توحد وإن أنا أتعامل معاه وأقبل إنه هو ممكن هيبقى عنده سلوكيات ساعات مختلفة شوية فأعرف إيه اللي وراها أحاول أحلله مشكلته الحاجة الثانية اللي طلبينه والمجتمع بقى ككل إنه هو زيادة عدد الأخصائيين الخارجين الجماعات يعني مثلا زي ما كلية تربية ريادية فتحوا قسمة تربية ريادية معدلة لازم كل كليات كليات تربية فنية لازم يفتحوا قسم تربية فنية لزوي الأعاق نفس الحكاية عايزين خارجين كليات نوعية علشان تربية نوعية علشان أقسام التأهيل المهج عايزين كلية علاج وظيفي تتعامل سواء تنبسك من تحت كلية العلاج الطبيعي لأن فيه مناق مشتركة منهم لمدة سنتين وهي آخر سنتين بس اللي ممكن تختلف طلبين إن الأخصائيين النفسيين قسم علم نفس وقسم تربية خاصة يكونوا موجودين يعني إحنا طلبين كل ده وطلبينه في كل الجماعات أخيرا أستاذ مها هل في حاجة حياتك محتاجاها كجمعية متخصصة في اترابطي في التوحد من المسؤولين في الدولة؟ هو اللي إحنا محتاجينه حاجتين يعني محتاجين إن دمج الأولاد يكون أسهل في المدارس والحمد لله فيه تغييرات حصلت ومع خروج قرار 42 ومذكرة 19 لشرح قرار الدمج في وزارة تربية وتعليم الحقيقة فيه تعاون كتير بس عادينا نسهل على الأسر